الحملة الفرنسية بقيادة بورمون على البليد وعنهب 1830 ميلادي الحلقة الحادي عشر من سلسلة الحارة الوطنية الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطي المصدر ومرجع المعلومات لقد حس الفرنسيون في مدينة الجزائر بالاختناق الارتصادي والعزلة السياسية ذالت أن الجزائريين ضربوا عليهم حصارا وطاطعوا العاصمة فأخذ الخوف والجوع والتضمر يفتت بالجيش الذي كان محاصرا فأصبح هو المحاصر تم صاور التضمر ستان العاصمة من هذا الضيف الثقيل الذي حل بينهم فخرج منها القادرون على الخروج وهم الذين كانوا يملكون أحواشا في سهل متيجة وما حولها وبقي الآخرون يتململون ويعانون من المطاطع الارتصادية ومن التوقعات المزعجة وفي أثناء ذات تثورت الاعتداءات على الدور والحرمات وارتفعت الأسعار وتثورت المضاربات وتانت شرطة دوبينيوس تزيد في الغش والإرهاب والفوضى وعلى طول فإننا سنعود بعد قليل دراسة أحوال العاصمة على أهداي بورمون وخلف إكلوزيل وانطلاقة المطاومة السياسية وأمام هذا الوضح حاول بورمون يفت الحصار ويجرب حظه العستري فخرج على راس حملة نحو مدينة البليد الرابضة عند قدمي الأطلس الشامخ وتانى عليه أن يعبر أثناء ذات أوطانا وعراشا مسكونة بأقوام غيرين على ممتلاتاتهم الزراعية وحريمهم وينافون من الغريب مهما تان فما بالت إذا تانى هذا الغريب روميا نصرانيا نافعا علامة الصليب وراية الاحتلال وتانى على راس كل وطن من تلك الأوطان شيخ يسير أموره ويرعى مصالحه ويحمي ضعفاه ويوفر حاجاته وتانى أولئك الشيخ يدينون بالولاء لسلطة الجزاء المتازية عن طرير شخصية آغا العرب أو وزير الحربية في حتومة الدائر التي لم يعود لها وجود الآن ولذلك أحس أولئك الشيخ من جهة بالاستقلال والمسؤولية ومن جهة أخرى بالفراغ السياسي الذي لا يعرفون عواقبه بعد كان خروج بورمون نحو مدينة البليد يوم الثالث والعشرون يوليو وتتمتن من الوصول إليها واعتقد أن الأمور سهلة ولكن أفوجها بهجوم منسق شارك في آلاف الجزائريين من سكان البليد وأوطان متيجة وأجبروا على الدفاع عن نفسه ثم الفرار أمامهم مخلفا وراءه على الأقل خمسة عشر قتيلا وثلاثة واربعون جريحا بالإضافة إلى خسائر معنوية فادحة ولعل هذا هو أول هجوم شعبي يواجهه الفرنسيون بعد احتلال العاصمة وقد عاد بورمون لاهثا إلى العاصمة يمسح عرق الصيف وعرق الهزيمة والخوف ولم يفطر أثناء بقية أيامه حوالي شهر آخر في الجزائر في معاودة التسرب إلى سهل متيجة وأوطانه وارتفى بإرسال قطعتين من الأسطول إحداهما نحو عنابة والأخرى نحو وهران لطت تحرط ترنسول فرنسا بتونس طوية ومنسقة مع أجهزة الحملة وتان الجواسيس والمفاوضون تتسربوا نحو رسانطينة وعنابة محاولين خلط الشطط وإيجاد الثغارات وعز سلطة الأقليم الشاطئ عن السبتان والمعروف أنه تانى للفرنسيين مصالح تجارية وحتى أسترية جهة عنابة القالة وأسترو إلى آخره وتانت لهم معرفة بالمنطقة وعادات السبتان وحتى ببعض التجار والعملاء ولكن منذ الحصار الفرنسي 1827 ميلادي ضربت تلك المصالح وتطلص النفوذ الفرنسي هناك ومع ذاية فإن صلة الفرنسيين القديمة بالمنطقة لم تكن خفية على بورمون وضباطه ومستشاره ومن ثم لا نستغرب أن يحاول الفرنسيون بعد احتلال العاصمة مباشرة احتلال عن نابة وبالإضافة إلى ذاية فعنابة كان تمثل نرطة استراتيجية هامة على البحر الأبيض فهي الميناء الرئيسي لإقليم رسنتينا الذي ما يزال حاتمه الحاج أحمد رافضا للاحتلال ورافع عن غاية المقاومة وهي أيضا طابقة أوصين من تونس التي يبدو أن تحركات الفرنسيين فيها كانت قوية ثم أن عنابة هي بوابة الجزائر على شرطية البحر الأبيض وخصوص الماذيق السرلية تونس الذي قد تحاول السلطات العثمانية الدخول منه بأسطولها نحو الجزائر وضرب طواعد الحملة الفرنسية هناك أو على الأقل مساعدة الثائرين ضدها تماسانرا من أجزاء تكله حاول بورمون الاستيلاء على عنابة بتاريخ الثاني من أغسطس 1830 ميلادي أي طل من شهر بعد احتلال جزائر وتانى دامريمون هو الذي قاد هذه الحملة ضد عنابة من البحر ويبدو أن هذا الضابط دامريمون كان مرتوب له سوء الطالع شخصيا في الجزائر أيضا لأنه بعد هذه الحملة الفاشلة سيقود حملة أخرى ضد درسانطين سنة 1837 ميلادي تكون فيها نهايته الدموية وعلى كل حال فإن السكان عن نابة ونواحيها طاوى محملة دامريمون بكل شجاعة ووحدة وأجبروا على الانسحاب من مدينتهم يوم الثامن عشر من الشهر المفتور اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد